وقد أكد عدد من أعضاء السلطة التشرعية على عمق العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة وما تتميز من وشائج النسب والمصاهرة مشيدين بمدى التعاون القائم بين مجلس النواب ومجلس الأمة الكويتي بما فيه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين العيد الوطني للكويت يجسد تلاحم الشعب والقيادة السياسية في الكويت على مدى عقور طويلة أثبتت فيها القيادة السياسية والشعب الكويتي الحرص على بناء وطن جميل يستحقه شعب الكويت الشقيق ونحن في مملكة البحرين نعتبر هذا العيد عيدا وطنيا أيضا للبحرين والشعبها للروابط التاريخية والأسرية والعائلية والسياسية أيضا بين البلدين الشقيقين لأن ما يربطنا مع شعب الكويت وحكومة الكويت هو تاريخ وعراقة وأيضا مسيرة حافلة من الإنجازات والتعاون المشترك لما نستذكر العلاقات المتميزة بين البلدين بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة حقيقة علاقات متميزة إن كانت على مستوى القيادة السياسية أو حتى على مستوى الحكومات أو حتى على مستوى الشعبين الشعبين قريبين من بعض كثير حقيقة هذه العلاقات دائما متميزة على مر التاريخ علاقاتنا كثيرة خاصة على مستوى البرلماني على مستوى مجلس النواب ومجلس الأمة الكويتي علاقات متميزة دائما نحرص على أن نلتقي نتبادل الخبرات فهذه المناسبة حقيقة عزيزة علينا في البحرين كما هي عزيزة على دولة الكويت الشقيقة ونتمنى المزيد من التقدم والرخاء والازدهار من البحرين اليوم نرفع أسماعات التهاني والتبركات إلى دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الستين لليوم الوطني والذكرى الثلاثين ليوم التحرير طبعا هذه المناسبات تمر على دول الخليج فيها من الترابط فيها من التهاني التي ترفع لقيادات مثل هذه الدول نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمام ويديم على الكويت مزيد من التقدم والرفاه من أجل خدمة شعبها والمنظومة الخليجية ككل أفراح الكويت هي أفراح البحرين أفراح البحرين أفراح الكويت لو لاحظت في كل المناسبات كل أعلام دول الخليج في مناسباتها تتزين شوارع مملكة البحرين فيها فدولة الكويت في يومها الوطني تلاحظ شوارع البحرين كلها تتزين بأعلامها فكل عملنا وأفراحنا في البحرين للكويت وكل أفراح الكويت عندنا وهن دولة الكويت أميرا وغيادة وحكومة وشعبا بذكرى اليوم موطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير دولة الكويت الشقيقة دولة تجمعنا معها الكثير من الأمور هي ودول مستعاون الخليجي في هذا اليوم السعيد للكويت والخليج العربي كرر التهنئة وتمنى دوام الأفراح والعياد لدولة الكويت وتمنى دوام التعاون والتآخي بين دول المجلس التعاون من أجل صالح المنطقة بأكملها نهني دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا وحكومة من نسبة العيد الوطني الستين واليوم التحرير الثلاثين نشيد على العلاقات القائمة بين السلطتين التشريعية في البلدين والمزيد من التعاون والرخاب بين دولة الكويت ومملكة البحرين هذه مناسبة عزية على قلوبنا وأيضا على قلوب جميع أهالي المنطقة ولا شك أن الفرحة تعم دول الخليج كلها بفرحة اليوم الوطني في دولة الكويت متمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم الصحة والعافية على أمير دولة الكويت ولعهده وإلى الشعب الكويتي العزيز وكل عاما وأنتم بخير نهن القيادة والحكومة والشعب الكويتي بعيدهم الوطني اللي نعتبره عيدنا في البحرين هو عيدهم عيدنا في البحرين كما يكون لدينا عيد في البحرين هم يحتفلون معانا نتمنى لهم إن شاء الله بأن تكون هذه الدولة دائما في تقدم وازدهار تقدم دولة في الخليج هو تقدم لنا جميعا في دول مجلس التعاون الخليجي فرحتهم هي فرحتنا نحن متأكدين أن فرحتنا هي فرحتهم أيضا وكل عام وأنتم بألف خير أحب أهني القيادة الكويتية والشعب الكويتي ومجلس الأمة وهناك للأمانة كثير من التعاون التام بين مجلس النواب البحريني ومجلس الأمة في لقاءات كثيرة سواء كانت محلية ودولية 25 فبراير هو يوم وطني لجميع دول مجلس التعاون نحب نبارك لهم قيادة وشعبا